السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. معكم شادي عبد من بوينت ريدر جروب مع تغتية لتحركات الاسواء النهاردة. تمانية وعشرين ابريل الفين تلاتة وعشرين. هنبدأ كالعادة مع اليورو مقابلة دولار امريكي على الفاصل الزمن اليومي. اه الزوج لسه برضو تحت مستويات الواحد فاصل عشرة سبعين. المنطقة دي كده. بتمثل مقاومة قوية امام تحركات اليورو دولار. طول ما هو تحت المنطقة دي مزيد منها الهبوط ان شاء الله عندنا الواحد فاصل صفر تسعة. ده مبدائيا ولو اني شايف ان فكرة ان الهبوط هتبقى يعني صعبة شوية ولكن ده مستوى فني ما 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 نقدرش باي حال من الاحوال نحن هتعدها. فمبدائيا المستوى ده. هيصد السعر التحت. ويبدأ ان هو يدفع الهبوط الى الواحد فاصل صفر تسعة. لو حصل كسر اللي مستوى ده بقى باغلاق يومي صريح. ممكن نشوف مستوى الواحد فاصل احد عشر وواحد فاصل اتناشر خمسين ان شاء الله. طيب بعد كده ننتقل الى الاسترليني. استرليني بيتداول اعلى للتلاتة وعشرين اربعمية. ده من الحد السفلي. منطقة التحت لي. والى الاعلى بنلاقي واحد فاصل ستة وعشرين خمسة وخمسين تقريبا. طيب. التداول في الغالب هيبقى محدود ما بين هذه المستويات. الى الاعلى الى الاسفل في هذا النطاق. الى ان يتعدى الزوج. اما مستوى المقاومة او مستوى الدعم. بعدها ممكن نقول بقى ان هو يكمل صعود. او ينزل لتحت. اه في نقطة مهمة لازم نفهمها في الكلام ده. السوق يا جماعة يعني هم يعني هم مش حاجة واحدة. خلاص او مستوى واحد هو بيقابله. فمنقول خلاص هيحصل كده. لا. ده ما بيحصلش. السوق بيبقى عبارة عن ايه? السوق بيبقى عبارة عن عدة مستويات. فانت بتشوف ايه الاقرب السهر اقرب لايه? وبتبدأ على الاساس ده تتوقع ايه اللي ممكن يحصل طالما السهر قريب من المستوى ده. تمام? يعني هنا مسلا انا رسمت او خط اتجاه الهابط. خط اتجاه الهابط ده بيوافق تقريبا ال 26. 55 او المنطقة دي كده. فهو هنا لو كسر المنطقة دي. مع خط الاتجاه الهابط. خلاص? كده بيتأكد بنسبة كبيرة الصعود. بنسبة كبيرة بيتأكد الصعود. تحت منه كده هبوط. لان هو خط اتجاه هابط فبالتالي بيرض السعر التحت بيدفعوا المزيد من الهابط. هو الموضوع بيقى ماشي بالطريقة دي يعني. اه تعالوا نبص برضو على الكندي. انا هنا بس كلك الحاجات اللي انا شايف فيها ممكن يكون فيها فرص كويس. المنطقة اللي تحت دي في الكندي الاتنية وتلاتين. الاتاتة وتلاتين. واحد فاصل تلاتين. واحد فاصل اتنية وتلاتين تلاتين. المنطقة دي تعد جيدة للدخول آآ للشراء. تمام? منطقة اللي تحت دي. طب هو فين دلوقتي تزوج في المنتصف. منتصف ايه? منتصف المنطقة دي. والمنطقة دي. فها في النص هنا. في اي اتخذ دلوقتي لا. الافضل ننتظر لحد ما يوصل يعني لازم بيروح اللي هي الاقصى سعر الاعلى واقصى سعر الاسفل. غير كده ما قدرش تدخل السوق. الدولار ين. بقرب اهو من خط اتجاه هابط. لاحظ كده معي ده خط اتجاه هابط. فهو هنا يعني بالمنظر ده. فطول ما هو تحت المية خمسة وتلاتين خمسين شايفين له هبوط. يكسر يصعد تحت من هو هبوط. بس يعني الموضوع الاكتر الاقال. ام الداو جونز الداو جونز عندي مستويات الاربعة وتلاتين متين وسبعين منطقة لفوق دي كلها منطقة كويسة للبيع. اهي. منطقة لفوق دي كلها منطقة جيدة للبيع. فازا من هنا ممكن يكمل لفوق ومن فوق يبدأ ان هو ينزل تاني. تمام? فدخول دلوقتي لا ما اعتقدش. اعتقد الافضل نفضل برضو على فكرة ان احنا يعني ننتظر الاكستريمز او اقصى اه اقصى سعر في المنطقة دي يعني. اه نازدك اهو هو عمل تقريبا يخبرك. النازدك تتحرك خطوة قبل الداء الداء فالداء في الغالب هيطلع برضو. في الغالب هيطلع عشان يوصل لمنطقة زي دي كده. تمام? الداء النازدك طول ما هو تحت التواتاشر تلتمية وخمسين هبوط. يكسر ويتغير السناديو تماما ويبدأ ان هو هيصعد حتى تصعد يعني ممكن عندنا للتلاتاشر ربعمية التلاتاشر خمسمية تلاتاشر ستمية كمان ممكن. المهم ان هو يخترق. تحت منه هبوط كده كده يعني ملاش حال. آآ الدهب. الدهب بص لكم عشان فيه برضو نقطة مهمة مخصوص الدهب. مجمع الاحداث اللي بتحصل في السود الوقت. سواء مسلا الفيدرالي هيرفع الفايدة خمسة وعشان نقطة تأساس في الاجتماع اليوم تهيتها مايو. ده هيبقى عندنا فيه محاضرة. هيبقى فيه عندنا تغطية. آآ يوم يوم تلاتة مايو يوم الاربع القادم ان شاء الله. آآ قبل اجتماع الفيدرالي. هنتكلم عن فكرة ازاي الاجتماع القادم ده ممكن يأثر على الاسواق. بشكل عام في حاجة في السوق اسمها التسعير. في حاجة اسمها سعرة. او او يعني مسلا الدهب ده خلاص سعرة كده خلاص يعني. يعني ايه الكلام ده? يعني احنا من امتى بنقول هو ممكن يرفع خمسة وعشرين نقطة اساس. تمام? من فترة كبيرة. فاغلب الناس خلاص خلية اكشن. اغلب الناس خلية اكشن تجاه الموضوع ده. فاذا نتيجة لكده. الناس خلية اكشن فبالتالي ما فيش حاجة تانية هتحصل. زي بالزبط اديك مثال بسيط. زي بالزبط ما نقول لك مسلا آآ ما نكون مسلا بنحذرك من شهور بنقول لك والله هيحصل جفاف وخزن مية عندك من دلوقتي. خزن مية كتير. وقلنا مسلا الكلام ده هيحصل قلنا من ستة شهور مسلا الكلام ده هيحصل بعد ستة شهور. خلاص? يعني فترة كبيرة فاتت قلنا الكلام ده. تعدي ستة شهور ويحصل فعلا جفاف. ايه اللي بيحصل نتيجة لكده بقى? انك خلاص خدت خدت الاكشن بتاعك فاذا لما يجي يحصل فعلا جفاف انت كده كده واخد الاكشن بتاعك بدري. يعني انت خلاص رد الفعل بتاعك حصل بدري. فبالتالي نتيجة لكده ما فيش اي حاجة تانية هتحصل. جديدة ما فيش اي حاجة تانية هتحصل جديدة. ما فيش خلاص? انت خزنت المية. سعرها ارتفع. الكلام ده كله. فبالتالي ما فيش اي حاجة هتحصل جديد لحد اما المية تخلص اللي عندك. ونبدأ نشوف ايه اللي ممكن يحصل تاني. نفس الكلام ده بيحصل في السوق. الفيدرالي. هيرفع خمسة وعشرين نقطة اساس. ما فيش عامل المفاجئة. في ايه اللي في السوق ولا حاجة. فيش حاجة بتحسن. السوق بيتحرك امتى وارجع اقولها مرة واتنين وتلاتة واربعة ومليون. السوق بيتحرك وقتا ما يبقى فيه عامل مفاجئة. يعني ايه? يعني وقت في 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 اللي هو بتاع باول المؤتمر الصحفي. وقتا ما بيقول حاجات تخضنا. وقتا ما بيقول حاجات تفاجئ السوق. سوق بتحرك هنا. السوق ما بتحركش عشان خاطر آآ هيرفعه الفائدة خمسة وعشرين نقطة اساس. فيش حاجة ما فيش الكلام ده ما بيحصلش. انا عندنا كام اجتماع ربع سنوي على مدار السنة. في حاجة اسمها او اللي هي التوقعات اللي بتبقى خلال كل اجتماع. التوقعات دي يا جماعة بيبقى معروف ايه اللي هيحصل فيها. ونبقى متابعينها خلال السنة كل شهر. متابعين وعارفين ايه هيحصل. فطول ما هي طول ما اللي بيحصل في السوق متسق مع التوقعات دي ما فيش اي حاجة هتحصل تاني. طول ما الارقام آآ آسف طول ما الارقام الاقتصادية والمعطيات اللي هي بتولد الحركة متسقة مع التوقعات زي التوقعات الاقتصادية ما فيش حاجة هتحصل. امتى الحركة بتحصل لما السوق يتفاجئ? ادهب عمتا هنستفيد في شرح الكلام ده. انا مش عايز اطول عليكم. لكن هنتكلم في المعضورة في المحاضرة ان شاء الله وهنقول التوقعات بتاعتنا وهنقول ازاي ممكن نستنتج الحركة اللي بعد او الاسناء كلام الاسناء كلام البول او في اسناء الاجتماع بتاعهم ونشوف ايه ممكن يحصل في السوق. ادهب بشكل عام تحت الفين سبعين هبوط. تحت الفين سبعين هبوط. لما يبقى يكسر بقى نبقى نتكلم في كلام تاني. لما طول ما تحت المستوى ده هبوط بقى عندك الف وتسعمائة وخمسين عندك الف وسبعمائة. الف وتسعمائة وسبعين عندك الف وتسعمائة تاني. ممكن الف وتمنمائة وخمسين. ده كل وارد. ده كل وارد. بس اه الشرط الرئيس ان هو يفضل تحت الالف تحت الالفين سبعين. الفضة اه تحت الخمسة وعشرين خمسين هبوط. اه وتحت ستة وعشرين برضو هبوط. لكن نتكلم على حاجة قصيرة المدى. منطقة دي كده. منها هبوط ان شاء الله. بس كده اتمنى يكون التحييل واضح جمعة مباركة عليكم. وان شاء الله انتظرونا يوم الاربع القادم. تلاتة مايو. في اه تغطية اه قبل اجتماع الفيدرالي بازن الله. هيبقى ان شاء الله لقاء مثمر وفي الكثير من المعلومات الهابة. تمنات لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.